بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكثر يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله يعني مش ممنين بها آيات قرآنية كتابية سماوية كونية إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أي بغير مران لا حجة عندكم اللي تقولوا فيه هو حجة ضدكم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتام إلا من الشيطان ولهذا يحذرون وانظرون وإذا كان زاد عسيانهم وعنادهم منها زادوا وورثوا رحمة رب العباد ليوا قادرانين جميعاً إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتام إن في صدورهم إلا كبروا هم المتكبرين متعجر فيه ولحد الآن يقول لك إحنا متواضعين إحنا سياسيين خبراء وإحنا 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 يعني يبدأوا يلسقوا في محاسن لهم ويدفع المساوي كل علينا وبالحقيقة هذه حيلة شيطانية انتهى التعويض رأي مش صحيعة انت في باك تعوضت لكل شيء حصينات كل عندك وكل السلبيات عن نحن يظهر لك يعني أخوان جيئة لأنه أربق النمل من الأخوة وإخوان جيئة هم الوحيدين وحيدين 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 وصحاً يسمي حقاً هم ليشي عمروا الأدياء يكونوا سلب مفاتيح انتصار الحق على الباطل وتكون تسود الحريات من شاف اليوم من شاف اليكور ويسود العدل والأمن والأمان وهلو مجرع وكل أوجه الأحسن أن الذين يجدون في آية الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبروا ما هم بالغون ما أندونس حد سيبين اللي عندهم حقبش يقولوا أحنا وأحنا ما هم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير يعني أرجى ربي وحصروا عبد هؤلاء لأنه دائماً ما يأثروا إلا بالسلبين ويكونوا ساعين يخرابوا وخراب من آمن بهم وإحنا عنا برهيبين بالأحسن حد الآن يحبوا من جديد يقولوا يرحموا الزعيم وهلو مجرع لا ترى أنت إذا أنت في الرحم ولا في الصغط وهل هو زعيم ولا هو لئيم لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس إذا كانت معجبكش ومتأثرش بل أنت مخلوق ليس جيتك مغير سبب السموات أقوى حجة عليك اللي أفهمها من خلقها وأدارا وزينا وقضى عليها بالفناء حين يكون الفناء مقار من رب السماء ورب الأراضيين يقول ربي لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا عموا الصالحات وللمسيء قال يلمات يتذكرون إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقالك لا يعلمون لا يؤمنون وقال ربكم دعوني يستجب لكم نحن ندعوه حقا ممنين لبا رب وهو سيد وبيدي الخير والشر بيدي المقادير كلها إن الذين يستكبرون عن ما هو ذلك الرجع للقفر باستقبال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون سيدخلون جهن مداخلي أي أهد الله الصاغرين الله الذي جعل لكم الليلة اللي تسكنوا فيه هذا من قوت ربي ورحمتي والله الذي جعل لكم الليلة اللي تسكنوا فيه شوفوا برا علماء النوم الليل والنهار كذا يسألوهم في الوجهة تقول لكم عدد عدد أشياء لا فائدة أحنا بشكلوا لأنه في مترونكم في العاكبوتيات وفي وفي الكليات والجامعة وفي 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 النوم للتسكنوا فيه ومعنا وانهار مبصرا اللي لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ليشكو ذلكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ولا إله إلا هو فأنا تفهم على شوى ماضي بالكذب هاوي كصلك الرب يرات هاوي فا قصة عليك كمسكولنتيين الماء والظو الكهرباء والظو والشمس والدف والاستكان والبذخ إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بأيات لا يشحدوا بليكن بالبعلمات الروبية ولما يؤفك الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء شوفوا شوفوا بالضبط القرار والبناء وصوركم فأحسر صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين مع العلم اللي رب يجعل الطيبات كثيرة وسيئة قليلة لذلك يصل اتباع سنة المولى بما أنه اللحوم الحلال كثير تأكل من الطير تأكل من الضع تأكل من إبل وتأكل من البقرة ما شاء الله والأسماك وأنه مجرد فتبارك الله رب العالمين هو الحي الذي لا إله الله فدعوه مخلصين له الدين كليو أنتو أنبوك ديوه ولكن هكذا كثير من كونفكسيون يقين تدعو ربك مخلصين الله والدين أي علاقة كبيرة متينة الحمد لله رب العالمين قل بالروس الخامية وربما يمشي القرار وانتي ماشي والمال والسلطان الحرام والجنس الحرام وكل أنواعه لكل تتلب قل إني نهيت أن أعفض الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين انتم فت قلت بلسان ورفأ ربطوه بالجنة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم تفنا هذه يشوفوا لديفرونستاد كومبريونير وبعد ثم لتبلو أشدكم وقت يتولي الأجال دول ثم لتكون شيوخا وقت يتولي السن ومنكم من يتوف من قبل أيوحة البطل ولتبلغوا أجل المسمن لذي دالي المتنقص ولعلكم تحقنوا وهذا كل ما مكرقونش باش تخذ معقول محقا المتواما هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمر أي قرر إلى بلو التلسسس الودي سوى آيات ب آيات الله أن يصربون عن دين الله الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا وبما أرسلنا برسلنا فسوفوا يعلمون أمو المش ممنين بال كما تقولون ما وراء الطبيعة قال كحنا مميش حاضرين فلنزل القرآن أنتم تمنوا في أحنا من المنوش إذن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إلى جهلنا في الحميم ما يغلي وقيح يغلي ونحاص يغلي ورصاص يغلي في النهر يسجرون يعني يلهبوا ثم قيل لم أينما كنتم تشركون لما سركاكم المال وجنس الحرام من دون الله قالوا سلطان الحرام جاء عن طريق الانتخابات المفابرة من دون الله قالوا ظلوا على مخنمش بل لم تكن لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يظل الله الكابرين أنظلوا من الضلالين لذلك ويخذوا من الضلال يرحمكم الله رب العالمين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم الخالدين فيها فبئس نفس المتكبرين فاصفر إن وعد الله حق اللي قالوا ربي ذلك الحق فإما نورينك بعض الذين عيدهم جيهم نوع من العذاب أو عنوان أو نتوفينك أو يخر ربي إلى جواري وشوفوا قصة انتقال مولاء نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى أو نتوفينك فإلينا يرجعون أي أمر نرجع إلى الله بالتمام والكمال لا إليك يا رسول الإسلام عليك الصلاة والسلام ولقد أرسلوا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك أو منهم من لم نقصص عليك وما كان لي رسولا أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق يعني مشتم بالحق فقصره نالك المتظم مثلا أنه ستبعية ربي يقدرها باش تعذب شر بريع تعذبه بما قدر هو رب بريع وخسر هناك المبتلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفرق يتحملون أوريت في صدوركم كل حد وشهر برنامجه هذا مش بعض الصلاة المنونية بالطير والأخر بالسفن والأخر وربما هو كما الكلاب الملكات حطين في كل مكان لو صار فيها الأذى الكبير في باله هو يحفر لغيره وماشي الحتف والعياذ بالله وعلى الفرق يتحملون ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون أعطيوني إذا كان نوع من الآيات من أعلى متر الربانية أعطيونك باش تنكرونها ورئونك باش فعلى غير موجود أو قال يا ربي أنت تقول لما بمش قل ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض ولدائما دعوة أفلم يسيروا بشيغة ربما تحرك ما سكن من العقول أو غاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنه ما كانوا يكسبون لنها كمس مرة فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فارحوا بما عندهم وليقرنا مقبلي من العلم وحاقبهم ما كانوا بيستاجئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا إيصان دي رتا تاتير دون إيصان دي پاردون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده سيفني وكفروا وكفرنا بما كنا بمشركين فلم يكوا ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي قانون الله التي قد خلت في عبادة وخسرنا هناك الكافرون واذكرنا من جديد باشتاروا أنتم مناحظكم خسران لا ربح ولا عز بل بوار ومذلة وحقارة يخسف لكم ربنا الأرض نزلكم من عرشكم على أشرح نسأل الله أن يزيل عنا المضرات والسلام وعلى من أراد السلام